هسان نور شباب بناتو كل يلقائي تابعوني طبعا هذا الفيديو هو عبارة عن مقتطف لفيديو اكبر من عنده رابط الفيديو راح تلاقو باعلى يمين الشاشة الفيديو الاساسي اذا كان هذا الفيديو مع المعلومات اللي بي ما كانت كافية بالنسبة لكم تريدون تتوسعون اكثر بمعلومات مشابهة لهذا الفيديو فانقروا على الرابط فوق وراح تحصون على الفيديو الاساسي او تلقو اسفل بالdescription شوفوا الفيديو اخر شي الهاند الهاند عدنا بس هذه الصورة عنها ما راح نطول بالحديث عنها طبعا عدنا هذه الكارباس هذه هناك الكارباس او الكاربال بونز وعدنا هذه الميتا كاربال بونز وعدنا هذه الفيلانجيز الميتا كاربال بونز طبعا راح نسميه من اللاترال للميديال اللاتريل الاتريل غيره الخير يوجد هذا جأن هذا الخير نسميه السلكفوه ، لونيت ومثل ما قاعد نشوفه منبين من منبين من الدرسل او النانا بالنسبة لهذه المنطقة فهي الدرسل البوستيرير رست اوكي بهذا المعنى اه ادنا طبعا هذه طبعا نسيت اقول انه اني عندي دستل رو وبروكسيمال رو اللي هي انه المقسمات على صفين اوكي الصف اللي يكون دستل اوكي اللي هو هذا الاخضر الصف اللي يكون اوكي اللي هو هذا البنفسجي او مانتقد اي طيب اوكي فهذه الصائر اللي هنا اوكي مثل ما قاعد نشوف اما بالدستل بورد او دستل رو او ادنا اول شي اللي هو الترابيزيوم بعدين الترابيزويد مثل ما قاعد نشوف ترابيزيوم ترابيزويد بعدين الكابيتيت واخيرا الحاميت اوكي الحاميت اما بما يخص المتاكاربال فاعدنا هذا الفيرست سكند ثيرد فورث ففت متاكاربال بونز ادنا طبعا هذه الفلانجيز الفلانجيز ادنا هذه الدستل وهذه البروكسيمال هذه من الفيرست ديجت او الثمب فكل مثلا هذي فقط دستل او بروكسيمال هذه بروكسيمال وهذه دستل ولكن من نجي هنا ادنا هذه راح تكون دستل هي راح تكون ميدل وهذه راح تكون بروكسيمال فذلني موجودات بكل الدجت طبعا هذا الفيرست ديجت هذا السكند الثيرد الفورث الفيرث كنا نسميه انه هذا الثمب هذا الاندكس هذا الميدل ادم اسم صراحة وهذا الثمب هذه الهذا المعنى فضن يحصل تكتيبهم لكن تستطيع كم اسميه ادنا التسمية فرش ديجت هي اللاتن وفكرة الثمب والاندكس والميدل هذي ليست يعني لاتن طيب ادنا طبعا هذه الصورة اوضحة عن الرست هذا scaphoid, lunate triquatrium وعدنا el-bisiform هذا el-proximal raw الدستل raw ميكون من trapezium trapezoid capitate وحمite هذا الدستل raw ودعني هذا el-metacarbals هذا el-first, second, third, fourth, fifth هذه posterior aspect مثل ما قاعد نشوف هنا el-bisiform منبين ok هو interior triquatrium فمنبين هنا el-bisiform هذه النقطة اللطيفة نتعرف عليها طبعا مثل ما قلت لكم انه هذا مو الفيديو الكامل الفيديو الاساسي حتى يبقون الرابط ما تأسفل بالdescription ولا تنسوا like share subscribe واشتركوا قناة telegram جواد بدون تشتركوا بها description بوصف الفيديو بدون تشتركوا بها انشر بها المعلومات اللي تكون بشكل سريع يعني وانلا اسوي عليها فيديو وينتظر الفيديو يمكن مدة يوم ين او ثلاثة يلا ينشر فالمعلومات تكون سريعة ويعني غالبا انه المعلومات تكون وقت الامتحانات يش لما ما يكون عندي وقت فانشر على قناة التليجرام ان شاء الله اشياء تعجبكم دائما سواء كان بقناة اليوتيوب ولا قناة التليجرام فاشتركوا بقناة التليجرام حتى يصلكم كل جديد سريع نلتقي بفيديو آخر اشتركوا في القناة